مع قرب حلول شهر رمضان المبارك دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين المواطنين إلى ضرورة إعمار المسجد الأقصى والوقوف سدا منعا في مواجهة ما يتعرض له من عدوان وتدنيس وفي بيان صحفي وزع اليوم الخميس أهاب المجلس بالمسلمين في شتى أسقاع المعمورة لتحرك لنوسرة إخوانهم الفلسطينيين الذين يقفون سدا منعا في مواجهة ما يحتق بالمسجد الأقصى المبارك مما كائد تحاكد السيطرة عليه وسلبه من المسلمين أصحابه الشرعيين وأوضح أن شهر رمضان يأتي هذا العام في ظل هجمة شرسة تتعرض لها المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك حيث عمليات اغتساب الحقوق وتغيير معالم المدينة المقدسة والحفريات المستمرة أسفله بهدف تهويد القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية وفرض حقائق ظالمة جديدة على الأرض وعلى سعيد ذاته أدان المجلس تعليق سلطات الاحتلال ملصقا جداريا في مقر الأمم المتحدة يصور الجزء الشرقي من القدس المحتلة عاصمة أبدية للشعب اليهودي وانتقد المجلس السماح بوضع هذا الملصق الاستفزازي في الأمم المتحدة لتنافه مع التزاماتها ومسؤولياتها التي تؤكد على أن مدينة القدس جزء لا يتجزع من الأراضي الفلسطينية المحتلة كما دع المجلس إلى إنهاء حالة الانقسام والتشردم التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعودة إلى الوحدة ورص الصفوف ونبل الخلاف وبخاصة في هذه الظروف العصبة التي تمض بها الأراضي الفلسطينية من تواصل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها ضد الأطفال والشبان والفتيات والتي بلغت حدا فضيعا من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح منطلقة من عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته وعنصريته ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز للأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته لصمودهم البطولي محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد يلحق بهم جراء عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة كما ترحم المجلس على شهداء الثورة الفلسطينية وبخاصة أذين احتجزت سلطات الاحتلال جثامينهم عدة أشهر